السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ محاضرتنا اليوم وهنا نتناول في هذه المحاضرة اللي هي العوامل المؤثرة في السبات ايه هي العوامل اللي بتؤثر في السبات تعالوا نستعرضها عندنا عدة عوامل تؤثر في السبات طول الاختبار كل ما يزيد طول الاختبار كل ما يزيد قيمة الثبات بل علاقة بينهما ترضي اذا زاد طول الاختبار زاد الثبات زمن الاختبار اذا زاد الزمن المخصص للإجابة على أسئلة الاختبار يزيد الثبات إذن أيضا العلاقة ترضي تجانس المجموعة كلما المجموعة كانت متجنسة كلما كان معامل الثبات منخفض يعني إذن هنا العلاقة عكسية إذا زاد تجانس المجموعة ينخفض معامل الثبات تباين المفردات الاختبار يعني اختلفة كلما زاد التباين المفردات يزيد الثبات إذن العلاقة هنا ترضي الدقة في صياغة الفقرات وكتابة الفقرات الاختبار وتعليماته أيضا كلما كانت الدقة في صياغة الفقرات مرتفعة كلما زيد الثبات وكلما كانت كتابة الفقرات الاختبار وتعليماته واضحة كلما زاد الثبات إذن كل العوامل هذه المؤثرة علاقتها ترضية بالثبات ما عدا تجانس المجموعة العلاقة ترضية بين طول الاختبار وزمن الاختبار وتباين المفردات والدقة وكتابة الفقرات كل ده علاقة ترضية كلما زادت زاد الثبات أما تجانس المجموعة كلما زاد تجانس المجموعة قلت تبا تعالوا للشرط الثالث من شروط الاختبار وهو الموضعي إيه الموضعي أن لا تتأثر درجة الطالب بالمصح لا تتدخل العوامل الزاتية ولا تتدخل الأهواء الشخصية في الحكم على الدرج كيف يستدل على الموضعية من اتفاق المصحيين على تجه الاختبار لو تصورنا أن احنا صورنا إجابات الطلاب عشر نسخ ووزعناها على عدد عشر من الأسدزة إذا تم التصحيح وكانت درجات العشر أسدزة واحدة فإن هذا يتسم بالموضعي تعالوا آخر شرط من شروط جودة الاختبار اللي هي الشمولية ومعناها أن يغطي الاختبار أو تغطي أسئلة الاختبار العدد الكبير جدا من محتوى الاختبار يعني يكون الاختبار شاملا لكل محتويات المقرر أو المادة التي تم تدرس طبعا يتسم الاختبار بالشمول لأن هذا يؤثر عادة في مدى الثبات وصحة الاختبار لو وجه السؤال واحد إلى تلميز عكس ما يوجه عدة أسئلة كلما كان عدد الأسئلة كبير جدا كلما استطعنا أن نغطي كم جبير جدا من المقرر ومن موضوعات المقرر نحن انتهينا من شروط الاختبار الجيد الصدق والثبات والموضوعية والشمولية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته